صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم الخميس من ذي القعدة ومعه أربعون ألفا أو سبعون ألفا أو مئة ألف أقوال مروية عن الرواه وكانت وقفته بالجمعة ونزل عليه فيها اليوم أجملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيط لكم الإسلام دينا ولم يحج بعد الهجرة سواها وقد حج قبل النبوة وبعدها حجات عديدة واعتمر بعدما هاجر أربع عمر عمرة القضاء وعمرة من الجعرانة وعمرة مع حجته وعمرة الحديبية وأسلم جرير البجلي وتوفي ابنه عليه الصلاة والسلام إبراهيم ونزلت عليه بمنا أو قبل وفاته بثلاثة أيام إذا جاء نصر الله والفتح ولما رجع إلى المدينة أقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وفي يوم الأربعاء من آخر صفر بدأ به عليه الصلاة والسلام وجعه فحم به وصدع وأشار إشارة ظاهرة بخلافة أبي بكر صاحب المعية فأثنى عليه على المنبر وقال في وقال في آخر خطبته إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاحتار ما عند الله فبكى أبو بكر وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فقاب له عليه الصلاة والسلام بقوله إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة إسلامية ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدة إلا خوخة أبي بكر ثم أكد أمر الخلافة بأمره صريحا أن يصلي بالناس فصلى أبو بكر بالناس أربع عشرة صلاة في حضور إمام الأنبياء فصلى أبو بكر بالناس أربع عشرة صلاة في حضور إمام الأنبياء ورسل الله وأذن له صلى الله عليه وسلم نساءه أن يمرض في بيت عائشة لما رأينا من حرصه على ذلك فدخل بيتها يوم الاثنين وتوفاه الله يوم الاثنين حين زاغت الشمس أو حين اشتد الضحاء كالوقت الذي دخل فيه إلى المدينة في هجرته ورأسه الشريف بين فم وصدر عائشة البرة النقية وكان ذلك اليوم الثاني عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة ومكث عليه السلام بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثة ودفن ليلة الأربعاء آه ودفن ليلة الأربعاء لاشتغالهم ببيعة أبي بكر أو لعدم اتفاقهم على انتقال المصطفى إلى مقره الأسنى ومقواه ومدة مرضه ثلاثة عشر يوما أو أربعة عشر أو اثني عشر وله من العمر ثلاث وستون سنة ففي نحو ثلثها نشر الدين ثلاثة عشر ثلاثة عشر والفضل من عباس وأسامة بن زيد يناول الماء وشقران والعباس واقفان هناك ولله در القائل الذي هيج بلا بل من تيمه الشوق وأضناه لقد حضر المختار في الغسل خمسة علي كد العباس والفضل قد ورد أسامة شقران ومن حمل اسمهم فلم يرى عينيه قد على رمج وكفن في ثلاثة أسواد وكفن في ثلاثة أسواد ليس فيها قميص ولا سراويل ولا عمام وصل عليه فرادا وكل أثنى عليه بما تيسر من مناقبه التي بمناقب غيره مزرية وحفر له في موضع فراشه فرش له وفرش تحته قطيفة الحمراء كان يتغطى بها وقد أمرهم بذلك وهو من خصائصه وقد أمورك حين وحفره وقد أمورك حين وحفره وقد أمورك حين وحفره وقد أمورك حين startup فأبطبق عليه السبع لبنات صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما تعطرت المجالس بدكر شمائله وعلاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم عفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وكسليم عفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وكسليم عفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وكسليم عفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وكسليم عفر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وكسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سئين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سئين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سئين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سئين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعرف سئين من صلاة وتسليم عطر اللهم قبره الكريم بعض شديد صلاة وتقليد عطر اللهم قبره الكريم تعرف اللهم صل وصلم وبارك عليه 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 اللهم صل وصلم وبارك علي